والله شيء محزن أنا لما قرأت زمان بكيت بكاء مرة 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 وحين تحتقها ستبكي زهاء عشرين ألف استشفروا ومثلهم جرحوا خمسة آلاف أرسلوا ما فيش واحد سلم وانتهت المعركة عند الظهر ودخل اللعين هذا الحقير كيتشنر مع ضباط ينود أم درمان كل جريح وكل جندي كان يقتل حتى الجرحى يدففون عليهم شؤم الإنفراد بالرأي وما تسمعش نصح الناصحين يا جماعة الخير لما الأمر يخصك أنت لحالك روح إعمال اللي بدك يا أخي ناجحت فشلت أنت بتتحمل التبع بس لما الأمر يتعلق بالأمة أو بناس آخرين أو بأرواح ناس يا أخي لازم تتقي الله وتفك المليون مرة والله العظيم فعوذ بالله من شؤم الإنفراد بالرأي وعوذ بالله من منهج يخلق أناسا ينفردون بآرائهم ويجورون على آرائي المجموعة لأنهم أشبه بمن ثبت لهم العصمة طبعا فيك وأنا بخطب خطر في بالي شؤم الاستبداد بالرأي والله القيادة الواعية يجب أن تكون متواضعة ويجب أن تكون مشرئبة العنق لإيش؟ لسماع آراء الخبراء تقولوا خلفوني ناخضوني حاولوا تقولوا زيفوا قولي لأنه قضية تتعلق بالأمة مستقبل أمة مستقبل جمعتكم مستقبل حزبكم مستقبل العمل مستقبل صحيح؟ تعرف أنت إيش؟ شاهدها الأكبر؟ الدول العظمى وأعظمها الـ USA تدفع مرتبات عالية جداً لمئات الخبراء في أمريكا ممكن قريباً من أكثر من ثلاثمائة مستشار للرئيس تخيل ومرتبات شهرية هذه ملايين كل شهر ملايين فقط لكي يسمعوا الرئيس ما ينبغي أن يسمعه وأن يفهموا ما لا يفهمه وحده ما تكون الرئيس؟ من يكون ما يمكن يفهم كل هذه الملفات هذه فكل ملف يوجد عنده مستشارين ما رأيك؟ سيبيري عندها مستشار سيبير لحالها كل يوم يقدم التقرير قضية الفلسطين عندها مستشار وهكذا أمريكا ثلاث بيئة مستشار مرتبات شهرية بالهبل لكي يسمع الرئيس ومع أنه ليس كل شيء فيه ومع ذلك الرئيس برضو عنده صلاحيات في النظام الأمريكي مهمة لكي يسمع يدفع فلوس لكي يسمع ليس جاي تحكي لي صفحات 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 الثقة والطاعة الكاملة وكذا وفطرد وفطرد تريد أن تمسح الشخصية وإلا تسمع رأيا حقيقيا عارفين أنتوا ما من الرأي هذا؟ وين بودي الرأي الواحد؟ بودي على مصائب كبيرة 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 تذكرت إيه؟ محركة في السودان إن شاء الله ما أكون نسيت اسمها اسمها كاراري اللي انتهت بها المهدوية تقريبا في السودان صح ١٩٩٩ مات عبدالله تعيشة الله يرحم خريفة المهدي وتقريبا هيك يعني انتهى وجودها الحقيقي السياسي السلقوي بسبب إيش؟ قبلها بسنة عبداللت تعايشة الله يرحمه هذا خريفة المهدي محمد أحمد مهدي خريفته على وقرره طيب وصالح سبحان الله أهل عظيم ربك هيك أراده لا إله إلا الله والله شيء محزن أنا لما قرأت زمان بكيت بكاء مرة 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 وحين انتهى تقريبا ستبكي أراد أنه طبعا ينازل الإنجليز الإنجليز حجدين له جابين أسطول كبير وجاين أراد أن ينزلهم سبحان الله شمال أم درمان في منطق إن شاء الله ما يكون شئ غلط فاسم ما اسمها كاراري هيك أذكر كاراري ١٩٩٨٨٨ فأصحاب الرأي والخبرة من الرجالي قالوا له يا شيخ يا شيخ أنا يا خريفة المهدي المهدي هذا ليس منزلة مكشوف قالوا له هذا صح الجبال بس مكشوف هتأتي البوارج إحنا مكشوفين أمامها بنكون في مرمى النيران قال لا يبدو أنه لأنه مسكين صوفي وكذا يكون شاف رؤيا ارتاح عمل أي بالإلهام تبعه يا ريتم وألهم يا رجل الناس هذه أصحاب خبرة هذه عسكرة هذه مش لعبة تعلم من درس الحباب ومن درس القندق ما فيش فائلة ركب رأسه قال لك لا بعون الله نواجههم وبعون الله ننتصر الرجال مع الله يرحم أرواحهم الطاهرة وقدس أرواحهم الطيبة مجاهدون قال لك أشداء محبون للقاء الله والجنة وشعارهم يعني كان لهم كلمة يقول لك إيه؟ يعني بمعنى في سبيل الله هيك يمكن ما شاء الله أو إيش زهيك يعني السوداني زي هيك زي ما شاء الله أو إيش زهيك يعني معناها في سبيل الله في سبيل الله ليكم ما يكون حلو الحماس حلو والصدق حلو طلب الجنة حلو بس برضو إيه؟ النصر كويس لأنه الهزيمة بنبني عليها أشياء بشعة جداً الشعب والذرية والأهل والناس وكذا والبلاد ليش؟ إيش؟ ليس نقصنا هزائم ما سمعيش الكلام قالوا له تعال في المكان الفلاني مكان زي مضيق هيك صعب جداً السفن تصل إليه إلا بشق الأنفس وما بتقدر إيه؟ يعني تصوب عليهم بشكل إيش؟ كل جمع أبداً وهم يقنصون من في السفن بصيروا قالوا هذا موقع ممتاز أبى أبى وبدأت المعركة صباحاً عند الظهيرة وضعت الحرب أوزارها تقول مذكرات الإنجليز على ما أذكر هذه ليست معركة مذبحة في السودانية الشيخ عبدالله تعايشي الله يرحمه كان جيشه مكون من خمسين ألفاً من هؤلاء مجاهدين أشداء الصلحة رضو الله عليهم جيش كتشنر الله يلعنوا كتشنر تبص عنه نحن صغار هذا نحن المصري حلمونا يعني كتشنر كان جيشه تقريباً ثمائة ألاف إنجليز وصباح أبطع عشر ألف جنود عملاء سودانيين ومصريين معهم ومشترهم بالفلوس مرتزقة حوالي نصف جيش إيش؟ التعايشي طبعاً ما شاء الله في مرمى النيران نيران البوارج الحربية وعندهم كان مدفع اللعين المكسيم هذا هذا كان يعني رشاش أضطر رشاش كان في العالم المكسيم معروف هذا فسلطوا عليهم مدافع البوارج والمكسيم إشي مش طبيعي زهاء عشرين ألف استشفروا ومثلهم جرحوا خمسة ألاف أرسلوا ما فيش واحد سلم يعني بين جريح يا بين شهيد يا بين أسير وانتهت المعركة عند الظهر ودخل اللعين هذا الحقير كيتشنر مع ضباطه ينوده أم درمان كل جريح وكل جندي كان يقتل حتى الجرحى يدففون عليهم لم تبقى قال لك دار ولا منزل إلا فيه أي مصيبة كله بشو أمه لهذا؟ بشو من الإنفراد؟ بالرأي وما تسمعش نصح الناصحين يا جماعة الخير لما الأمر يخصك أنت لحالك روح إعمال اللي بدك يا أخي ناجحت فشلت أنت بتتحمل التبع بس لما الأمر يتعلق بالأمة أو بناس آخرين أو بأرواح ناس يا أخي لازم تتق الله وتفكر مليون مرة والله العظيم تفكر مليون مرة لأن الله سائلك عن الناس صح؟ ما تقول ليش الدعوة والدعوة والجهاد؟ الله سيسألك عن الناس فعوذ بالله من شؤم الإنفراد بالرأي من شؤم الإنفراد بالرأي وعوذ بالله من منهج يخلق أناسا ينفردون بآرائهم ويجورون على آرائ المجموعة ويلغون نتائج الانتخابات متى شاءوا؟ لماذا؟ لا أعرف لماذا؟ لأنهم أشبه بما انثبت لهم العصمة لا يراجعون ولا تتردد ولا تتحرج ولكذا أبدا من قبول قولهم عصمة نعمة العصمة مثل إخواننا الشيعة عنا نعمة العصمة المفعولة نمارسها للأسف الشديد